الإسلام دين يعيش أزمة حول العالم بهذه الكلمات فتح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الباب للسجال كبير بشأن المعتقدات وحرية التعبير والرأي فعندما تكون رئيس جمهورية ترفع شعارات الحرية والمساواة والأخوة يأخذ الأمر أبعادا كثيرة وخاصة أن ماكرون كرر ما عده مسلمون حول العالم إهانة لدينهم ورموزه مع أعلانه المضية في نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى نبي الإسلام أبعاد وصلت إلى حد التشكيك في صحة ماكرون العقلية من قبل رئيس التركي رجل طيب أردغان فردت باريس باستدعاء سفيرها من أنقرة الردود توالت الرسمي منها غلب عليه التحفظ والغموض لكن إيران والكويت كانتا من بين الدول التي دانت بوضوح تصريحات ماكرون وحذرتا من تداعياتها ليس فقط على فرنسا وإنما حول العالم أيضا ردود الفعل تعدد التصريحات الدبلوماسية إلى تظاهرات غاضبة في غير بلد ودعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية في عدد من الدول الإسلامية والعربية أمر عدته باريس عبث أقليات إراديكالية كل هذا لم يثني ماكرون عن متابعة تصريحاته التي عدها مسلمون وغير مسلمين تصايدية فغرد بالعربية لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا ما بين كلام ماكرون مطلع الشهر الحالي وتغريدته الأخيرة تتكون موجة معادية للإسلام في فرنسا ولسيما بعد قتل أستاذ التاريخ في باريس عداء تجسد في طعن محجبتين أمام أطفالهما قرب برج إيفل فمن يسعى لإشعال حروب دينية وصرعات مركبة من سياسية واجتماعية بأبعاد قومية وعرقية وهل يتقدم العالم في العام 2020 أن نعود إلى زلة لسان جورج بوش الأبن بشأن كون الحرب الأمريكية بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر حربا صليبية